ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ومن ناحيته قال وزير الخارجية ناصر بوريطا إن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود وقال بوريطا هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية وأضاف برز زخم جديد لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي وأكد بوريطا على أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو الإطار الواقعي الوحيد للحل مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا وشدد وزير الخارجية على أهمية الإعلان الأمريكي الذي أكد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب